مرحبا و كيفكم من كتر ما بحب الفواكه الصيفية بدنا نعمل بالكرز الاحمر شوفوا لي ها المنظر ما احلا بحبه الكرز الاحمر امت منه البذور مش تاكلوا بالبذور بعدين تكسروا سلانكم بتقيموا البذور وبتحطوا عليه سكر ومي وبتضلوا هيك تحركوا لغاية ميترا بتطحنوا بالهند ميكسر بتحطوا عليه الجيلاتين طبعا الجيلاتين من غير ميكروف لانه خليط ساخن فرح يدوب عطول هلا نعمل التشيز كيك حطيت الكريمة وحطيت السكر وحطيت الكريمة البودرة وخلطتهم مع بعض وهي الفانيلا وهلا الكريمة السائلة هيك خليط التشيز كيك طلبوا بس الجيلاتين الجيلاتين الشراء احنا اعطوا الميكروف وحطيته فوق خليط التشيز كيك هيك صار جاهز بصير ناعم كتير اول كل الخليط حطيت عليه اول ربع واخدت كمية بعدين الخليط كملته حطيت عليه ربعين صار لونه اغمق طبعا ثاني واخره حطيت عليه ثلث ارباع وحطيت عليه شوية جيلاتين عشان يتقل لانه صارت كمية الكراز كبيرة ورتبتهم فوق بعض وفرزتهم بالفريزر ولما فكيتهم زي ما انتم شايفين الطبقات فوق بعض يعني انا لونتهم بالتدرج افتح اغمق اغمق والنعنى وباي باي